السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متجديد وياكم ماجلان الأوطان ماجلان البلدان ماجلان في كل مكان وزمان ماجلان في رمضان خلونا نشوف ويا بعض أجواء شهر رمضان في الدول الإسلامي واش اللي يميزهم واش أطباقهم المفضلة في هذا الشهر واش مشروباتهم واش العادات والتقاليد عندهم خلونا نشوف ونستمتع بقوة البلد اللي راح ناخذ فيه جولتنا اليوم ويا ماجلان البلدان أتوقع نعرف هو مصدر العديد من الطقوس والعادات المشهورة والمنتشرة في باقي الدول الإسلامية تظهر الطقوس أول شي في مصر الغالية على القلب وعقوب تنتشر إلى باقي العالم العربي الفانوس مثلا وهو الأيقونة الأشهر منذ عهد الفاطمية وكلنا نعرف معنى الفانوس في الشهر الفضي الأطفال يحملونه في كل مكان والسعادة تغمره وتتزين ببه الشوارع والمحلات التجارية والبيوت وهو تعبير عن الاستعداد لاستقبال وأحياء شهر رمضان باختصار شهر رمضان في مصر لنكهته الخاصة اللي بالفعل تختلف أجواؤه وتفوق جميع الدول الشوارع تصير حيوية بشكل كبير وتشوف الشعب والمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة والحكومية والكل يحتفلون بهذا الشهر كل واحد وطريقته وفعالياته وأنشطته من الرموز الشهيرة في مصر أيضا مدفع الافطار واش سالفته واش بدايته واش هي أجواء مصر بشكل عام واش لون يحيون شهر رمضان واش المميز عندهم واش أجواءهم العبادية والإيمانية وهمشي محبوبة الشعب واش أطباقهم ومشروباتهم المفضلة في شهر رمضان خلكم وياننا في هذه الحلقة وما جلانكم وحبيب قلوبكم ووقفوا هنا وسووا لايك للفيديو واشتركوا في القناة نتشرفوا بكم تتراوح عدد ساعات الصيام في مصر الحبيبة خلال شهر رمضان من 15 ساعة إلى 15 ساعة ونص يبدأ الفجر الساعة أربع الفجر ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6 ونص الأجواء الرمضانية في مصر الحبيبة أهم شي عند الشعب المصري هو أطفاء الفرح والسرور قبل بداية الشهر الكريم أجواء خاصة مليئة بالبهجة والروحانيات والعالة المتوارثة من سنين طويلة جدا يكاد ما يخلو بيت وشارع في مصر من مظاهر الاحتفال بيدوم هذا الضيف العزيز شهر الصيام تعليق أعلام زينة واحتفالات مبهرة بأشكال مختلفة فوانيس ونجوم وأهلة وغيرهم وغيرهم من المظاهر فانوس شهر رمضان الأهم والأم يزعدهم وأكثر ناس يقبلون عليه ويشترونه هم الأطفال طبعا الجاهل يحمل الفانوس وهو يردد الأغاني والأناشيد الرمضانية الشهيرة عندهم في مصر حتى الفوانيس أشكال ورناق موديلات وألوان جذابة منها التقليد الشعبي أبو شمعة ومنها الموديلات الجديدة اللي فيها مصابيح بما أننا نتكلم عن الفوانيس واش قصتها وعلاقتها بشهر رمضان الله يسلمكم اخذوا من عندي هذه المعلومة في قصص واجد لكن أهمها روايتين الأولى أن الخليفة الفاطمي كان يطلع للشوارع ليلة الاستهلال والأطفال كانوا يطلعون وضيقون الطريق وكان كل طفل يحمل فانوس وغنون أغاني رمضانية تعبير لسعالتهم باستقبال الشهر والرواية الثانية واش تقول تقول خلال العصر الفاطمي ما يسمحوا للنساء بترك بيوتهم إلا في شهر رمضان وكان يسقيهم غلام يحمل فانوس لتنبيه الرجال بوجود سيدة في الطريق عشان يتباعدون وأي كان أصل الفانوس إلا أنه يظل رمز مميز لشهر رمضان مو بس في مصر في الدول الإسلامية وفي المصر بالخصوص أجواء شهر رمضان ونكهة خاصة مميزة مذاق مختلف واجواء مدهشة وما تحس بالأجواء وما تدخل فيها إلا لما تجرب تتناول افطارك الشعب في أماكن تراثية عدهم تستنشق عبير الزمن الأصيل لحي الحسين العتيف وتمشي خطوات على مهلك في شارع المعز يصاحبك فيها صوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباصط عبد الصمن عليهم الرحمة وتواشيح الشيخ النقش بندي ودعية الشيخ محمد متولي الشعراوي صداها يوصل في كل مكان من أم الدنيا لما توصل إلى بيت السحيمي وبرامج واحتفالات روحانية ساحرة وتختم جولتك بكوب شايم نعنع منعش على مقهل في شاوي الشهير بعد هالأجواء تروح تصلي صلاة التراويح في المسجد الأشهر مسجد سيدنا الحسين عليه السلام بعدها بتعرف إنها أحلى تجربة رمضانية تجربة هالأجواء خلال شهر الله في مصر تتخلى الحياة الشعب المصري في رمضان كثير من العبادات مثل الصلاة والزكاة والصدقة والتعاملات وغيرها من أجمل معاني الإيمان فتشوفوا الناس من جميع الأعمار ينطلقون لأداء صلاة التراويح في مختلف المساجد وتمتلئ المساجد عن بكرة أبيها وللنساء نصيب في هذا الميدان أيضا كثير من المساجد يخصصون قسم ليهم يأدون فيه هذه العبادات يصلون التراويح صلامة وسطة فيقرأ الإمام جزء من القرآن أو أقل من جزء بشوي ومن الظواهر والملامح الأساسية لرمضان في مصر إنها تمتلئ المساجد بالمصلين وهو اللي يخلي أئمة المساجد أول جمعة من الشهر يوجهون خطبة توبيخية يعاودوا المصلين على سماعها كل عام وطبعا التوبيخ سبب عدم وجود هذا العدد الهائل من المصلين باقي أيام السنة من الظواهر الجديدة عدهم الإقبال على صلاة التهجد التي تنتد من مناصف الليل إلى وقت السحو وبعد يكثر الاعتكاف في المساجد الكبيرة عدهم وتوصل ذروة الفعاليات الرمضانية في ليلة ختم القرآن يتوافد فيها آلاف المصلين على المساجد الكبيرة مثل جامع عمر بن العاص من صلاة الظهر ويرتبط بالمظاهر السابقة رؤية الكثير من قراء القرآن في وسائل المواصلات العامة وبعدها فعاليات وانشطة دينية رسمية تحت مظلة الأوقاف والأزهر مثل قوافل الدعاة ملتقى الفكر الإسلامي سفر الدعاة والمقرئين إلى مختلف أنحاء العالم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك خلنا نجي للفقرة جعتنا بانطلاق مدفع لفطار عدهم تلتف في العائلة المصرية على المائدة الرمضانية العامرة المزدانة بمختلف الأصناف اللي تتفنن في إعدادها لأمهات على مداري اليوم على طار المدفع خبرتكم إني بقول لكم سالفته قول يا ماج الله والله النكمات قصت الله يسلمكم يقولون أن في بداية هذا الطقس الرمضاني حدثت صدفة يوم قرر خوشد قم والي مصر في العهد الإخشيدي أن يجرب مدفع جديد أهداه لأحد الولاد وصادف أن الطلقة ويا غروب الشمس أول رمضان عام 859 هجري وتفاجأ الوالي بتوافد الشيوخ وهالي مدينة القاهرة على قصرة يشكرونه على إطلاق المدفع موعد الفطار هم يفكرون أن ينبههم إلى الفطار فاستمر في إطلاق مدفعه وقاموا يخلون المدفع خلال شهر رمضان فوق جبل المطم مكان رفيع عشان يسمعون كل أهالي القاهرة وإش رايكم بالصدفة؟ نرجع للمائلة المصرية الشهية ومثل ما خبرناكم منها تتعدد بالأطباق والأكلات اللذيذة يفضلون تناول المحاشي والدواجن المطهية مثل البط والدجاج في أول الشهر وعدهم أطباق مثل صينية البطاطا في الفرن الحمام المحشي الملوخية حبيبة الجماهير وغيرهم 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 وعلى السحور الفول هو الطبق الأساسي وأنواع الأجبان المختلفة الزبادي اللي هو الرغب الخضرة المقطعة وكوب شاي وهو أساسي بعد الوجبات عدهم كل اللي خبرناكم عن مصر في شهر الله ولا شي من الأجواب بنراويكم شوي من المشاهد الرمضانية في مصر ولا تردنا طائبين ولا قاتلين وادعلنا من الفائدين المقبولين موسيقى صحيح منها جمعين صحيح من المشاهد الرمضانية في مصر اذناكم في أحلى البلدان في شهر رمضان وتعرفنا على أجوائهم وعاداتهم في شهر الله واطباقهم المميزة ادعمونا باللايك والنشر والاشتراك في القناة وانتظروا ما جلان في رمضان واجواء جديدة في بلد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته